ممكن تتأخر شوية عشان الاتحاد جاي جديد وفيه متشاط مع الفريق الأول هتدي في شتة ديسمبر هو يمكن يكون الاتحاد دوت عايز يصرع شوية في المسائل علشان يعمل إنجاز شوية ونحس ان احنا فيه تغيير عن السن اللي فاتت ان فيه فيه اجندة معمولة من بدري بالمتشاط بمواعدها عن السن اللي قبل كده كنا بناخد كل اسبوع باسبوع او كل دور بدور ما احنا اشعر فين المواعد بتاعتنا امتا بس انا بيتهالي ان الموضوع ده كله هيختلف مع الاتحاد الجديد طب اقول لي يا كابتن طبعا احنا عشان يعني جروف الستوديو وما قدرناش طبعا نستضيف كل اللاعبين بس اكيد فيه مجموعة مميزة غير زياد وقياد يعني يعني بقولينا برضو مين اللي كان ليه دور كبير ومين اللي وقف جنب الفريق حتى اللي ملعبش وكان معاه بروحنا يعني نحب طبعا نذكرهم اه طبعا أنا كل اللاعب اللي معايا انه معايا 18 لعيب في القايمة بتاعتي وبصعد اثنين لعيبة من فيرة السبعة عشر اه بالزبط يعني عندي اه محمد ياسر طالع من السبعتاشر خد احسن معيد في البطولة فعلا يعني هو طالع متصعد ما اكيد طالع متصعد خد احسن معيد وفيه طبعا عندي حمزة حمزة الصافي من الصعد من السبعتاشر برضو لعب كوي اخو يوسف الصغير طبعا ومعايا في الفرقة برضو حسين الازاز لعب مهم جدا ومميز استباله يعني عالمي فعلا عندي اللي بروهات بتاعتي ابراهيم راسلان ومحمد طارق الاثنين بيتمررنوا مع الدرجة الاولى والاثنين هايلين جدا الاثنين لعيبة منتخب يمكن ابراهيم راسلان كان ترتيبه حلوة جدا في بطولة العالم اللي فاتت في كل مطش كان بيطلع فيها الترتيب بتاعه كويس في عندي برضو لعيبة كويسة زي مازن مصلحي زي احمد الهادي مازن ابن كابتن محمد صلحي مازن ابن كابتن ميدو وطبعا النيني وعندي عبدالله كل لعيبة بتاعتي كلها الحمد لله كويسة ورجالة وعقد المسؤولية واخنا بنبريكلون بس خلين اقول لك على حاجة اه معرفش رؤيتي صح ولا غلط لما يبقى المنافسة في فريق في سن الشباب قوية يبقى اكيد منتخبنا في السن ده هيبقى جامد اه طبعا يعني عشان انت بيبقى عندك مجموعة كبيرة من اللعيبة ان انت طرف تختار منها الاصلة يمكن دي حاجة برضو بتزعلنا احنا كنادي اهلي ان احنا عندنا في الجيل بتاعنا ده فيه اربع لعيبة بس هما اللي كانوا موجودين في المنتخب اياد وزياد وابراهيم الرسلان وطارق اه وحمزة الصوفي طبعا بيتساعد من 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 تحت اربع لعيبة او خمس لعيبة فده بيدل ان الفرق التانية فيها لعيبة كتير كويسة بتتروح للمنتخب يعني المنتخب مش واقب بس على النادي الاهلي او او الفرق اللي بتكسب لا ده كل كل الفرق فيها لعيبة كويسة كلها بعد خمس ست سنين نلاقي المجموعة دي منتخب مصر يرجع لتساعد افريقيا تاني او طبعا يعني اكيد ان شاء الله بس يعني في نقطة ان النادي الاهلي طول ما هو فيه عدد كبير من اللعيبة هما اللي في المنتخب بنتطمن ان المنتخب مصر ماشي كويسة والله بص يعني يمكن معرفش طبعا الكلام ده مية في المية اكيد طبعا ولكن انا بتكلم انه يا رب يعني نتمنى ان حتى اللعيبة في الفرقة التانية تكون يعني لان احنا في الاقول اخر يهمنا اسمه منتخب مصر طيب خلينا نروح لموضوع مهم هو حصول بعض اللاعبين عند حددك على كقوس شخصية مش بس ان انت تكسب ده حاجة كويسة ولكن ان اللاعب عندك سيلكتد بلايرز ياخدوا كقوس قادر احسن ضارب احسن لاعب احسن اداد احسن اداد ربو عليك لعب ومساعد اصلا اه طبعا فده بيدل ان على المستوى الجماعي احنا كسبنا وعا المستوى الفردي برضو كسبنا اه الحمد لله يعني احنا اكتر فرقة خدت خدت كقوس برضو عندنا تلاتة كل الفرقة التانية ممكن كاس واحد ويمكن نادي الشمس خدت كاسين ده اللاعبة بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك كانت بتتعب فعلا بتيجي صبح وبتيجي بعد الظهر التبرين كان بيبقى ثلاث ساعات او اربع ساعات اللاعبة كانت عايزة فطبعا كل ده اثر في الاخر على ان احنا خدنا البطولة وان اللاعبة ظهرت بمظهر كويس جدا اللاعبة رجالة عايزة تحقق البطولة لنفسها والجيل دوت ان هما ما حصلوش على البطولة دي قبل كده فده الناتج بتاعه ان هما فعلا اثبتوا ان هما اقدر من هما يبقى مساعدوا على المستوى الجماعي والفردي طبعا